كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خطة مكثفة لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بلقاح فيروس كورونا وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً تطعيم الطلبة والعاملين بالمنظومة التعليمية بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد أريد أكد للمواطنين ضرورة أن نتوخى كل الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت نحن كدولة وضعين خطة الحقيقة صارمة جداً لموضوع توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من أهالينا قبل نهاية هذا العام وأعلنناها ويمكن الأولوية الأولى ودي توجهات فخامة الرئيس أن قبل بدء العام الدراسي نكون طعامنا كل أعضاء هيئة التدريس وأيضاً الطلبة والعاملين في الجامعات المصرية وأيضاً من ينطبق عليهم أيضاً شروط تلقي اللقاح في المدارس